كان اليوم جميلا في الشمس صاطعة والسماء صافية أخذنا أبي في رحلة نيلية بمركب شراعي وعجبني كيف يحرك المراكبي المركبة يمينا وشمالا باستخدام شراع كان رجلا كبيرا في السن يظهر عليه أثر الشيب ولكنه قوي يمسك بحبل الشراع ويقود المركبة بسلام ويب جلست بجانبي وسألته منذ كم عام وأنت تعمل ونظر إلي وقال هذا عملي منذ كنت طفلا مثلك فقد قضيت في النيل على المركب أكثر ما قضيت على الأرض فأنا أحب النيل ثم نظر إلي وقال ماذا تعرف أنت عن النيل فقلت لا أعرف الكثير فقال انظر يمينك وشمالك ماذا ترى فنظرت على يميني وشمالي وقلت له أرى مبان قديمة وحديثة وزرعا وحقولا وناسا يتحركون في كل مكان قال نعم وقد كان هو حال النيل دائما يسكن الناس حوله وتجد عنده الماء العذب ليشربوا ويسقوا الزرعاء والحيوان ويعملوا ويبنوا ويطوروا فعند النيل وجد المصريون كل سبيل الحياة والخير فقد أقاموا حوله مدنة وحضارات كثيرة صمتت أفكر ثم قلت له ولكن نحن نشرب من السنبور في البيت ولم يكن أبي ولا جدي يعملان في سقاية الأرض والمواشي ونحن نسكن هنا بالقاهرة مدينة حول النيل نظر لي وقال الماء الذي في السنبور في البيت جاء من ماء النيل بعد تنقيته وينتقل من خلال شبخة الأنابيب لكل بيوت في مصر في جميع المدن حول النيل ثم قال منذ البداية انتكاد كل المواد من الزراع من الزراع كاستخدام خشب الأشجار في صنع المراكب لانتقال عبر ماء النيل أو استخدام الطمي في عمل الطوب للبناء ثم بعد ذلك يجد الناس في هذه الأماكن حرفا وأعمالا يستطيعون القيام بها والتكاسب منها ومع طور هذه الأعمال يزداد الاحتياج لمن الأخرى كالطب لعلاج الناس والمدارس التعليم الصغار والهندسة والبناء وغيرها وهذا ما يصنع الحضارات ضللت أنظر لي في صمت وأن أتخيل كيف كانت الحياة في البداية وكيف تطورت قال هل تسمعني قلت نعم نعم أسمعك فمعنى هذا أن مياه النيل هي سر الحياة فقال نعم نستطيع أن نقول أن مياه النيل هي سر الحياة ترجمة نانسي قنقر